نفكر مع بعض لو ده دور متكرر اول مثلا وده ارضي ده ارضي هو وده متكرر فانا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل انا عارف انه هو ايه هيبقى رخم انا عايز اعمل سقف الارض ده يبقى صولد اسلاب يبقى احط الكاميرات تشيل الحيطة بتاعت الدور الايه الاول وتسقط فين في الارض دي اكيد لو انا عملت كده هنا لازم تبقى اطناشر ما ينفعش تبقى خمسة وعشرين لان لو بقيت خمسة وعشرين هتنزل هنا في الدور ده ايه اللي يحصل لها هتبقى بارزة تبقى مش كويس اهو طبعا ممكن بقى بقى عمل ترم في الاخر كل الجنب ده ينفع ولا ما ينفعش في السلاب مش بنحط الكاميرا وخلاص في السلاب انت بتحط الكاميرا وبتشوف هي هتنزل تسقط في انتزل تسقط في الجنب ده فينفع ولا ما ينفعش ينفع عادي انا حطيت كاميرات دي حوائط اهيه شدها وفي الاخرى هبقى عمل ترمات هتنزل هنا الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش ليه تق تق حيطة حيطة اعتبرها حيطة اعتبرها حيطة هتنزل 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 مالتي لينة من هنا الهنا اما هتنزل совرس حديث حلو احتفال هتنزل هتنزل وال ت 총 ثم هتنزل هتنزل هنزل هاتنزل ماتدين هتنزل لأنه يجب أن تكون الكاميرا إنشاءاً ماذا يجب أن تشلع على الأشياء كيف أفعلها؟ حسنًا سألغبطك أقسم بالله أن تلغبط لا يجب أن تلغبط لكنني أحسس ذلك إذا أفعلت الكاميرا ينفع أو لا ينفع لا ينفع لأنها داخلت فين؟ في نص الريسيبشن لا يوجد دعوة بالريسيبشن لأن هذه الكاميرا لا تتبني هنا ستبني تحت سألغبطك هل الكاميرا ستبني في الريسيبشن الذي يرى هنا؟ لا لا كاميرا تحت أم لا كاميرا تحت؟ كاميرا تحت تحيط هل تنزل هنا أين ؟ مدخل ما هي المشكلة؟ هو ينفع فوق الباب اجيب كاميرا او لا ينفعشي؟ ينفع عادي اذا نفعت بس انت جبتها ليه؟ ده هنا حتى مفيش حوقت قال لك انا جبتها عشان ايعمل ايه؟ احمل دي عليها لما تيجي ناخد دي كوبي شمال خمسين نزلت فين دي بقى؟ دي اللي في نص بقى الريسيبشن اللي تعال فدي بقى ينفع؟ يبقى من الواضح كده ان ده ده نافع ولا ده نافع ولا كل بقى اي حاجة هعمله هنا تبقى نافع لان دي اللي انا هعمله هنا هيبقى جاي كده هو هنا يبقى سقف الارض في هذه الحالة ينفع يبقى سولد سلب؟ ما ينفعش اشطب عليه ما ينفعش ما ينفعش يبقى سولد طب تعالوا نفكر مع بعض امسح ده كده؟ خد دعم كوبي مين خمسين ايه يلا بالمرة تعالوا نفكر ايه بقى؟ تعالوا نفكر ان ده كده متكرر اشطب على ده كده خلاص ده كده مش ينفع يبقى ايه؟ ان هو يبقى سولد سلب سقف الارض طب واطع سقف المتكرر ايه؟ يعني سقف المتكرر يعني انا سيضع الكاميرا الكاميرا دي لما ارسمها هي هتبقى متشايلة الحيطة دي ومستخبية في الحيطة دي برضو في الدور اللي تحت يبقى انا مش هبص على بلان مختلف انا هبص على نفس الايه؟ نفس البلان مالتي لاين نفس البلان ساعتها طبعا المحيط الخارج جديد كده ما فيش في كلام ساعتها ركز ساعتها الكاميرا دي تنفع او لا تنفعش؟ تنفع جدعه لان هي نفسها في الدور الثاني وهي نفسها في الدور الاول نفسها في المتكرر ينفع طب دي ينفع؟ دي ينفع طب دي ينفع؟ لا طبعا طب اقول لك ايه؟ الطرقة من الحاجات اللي انا ينفع جيب فيها كاميرا واثنين واثلاثة عادي ما فيش مشكلة ده انت ممكن تحت الكاميرات كلها تجيب شبزن بورت ساعت واسبوتات والموضوع انت فان انا اجيب حيطة او اجيب كاميرا على الحيطة دي ينفع وانا ما ينفعش؟ ينفع في مشكلة كده؟ كده ينفع؟ ينفع 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 حدود البلاطة ويبقى الجزء اللي برا ده كده حدود البلاطة ويبقى جزء الريسيبشن ده كده كله بحمامه بلاطة فلات عادي والجزء اللي جوا ده تعالى نفكر فيه ان هو يبقى ايه؟ يبقى سولد ينفع دي تبقى كاميرا؟ او ينفع ينفع دي تبقى كاميرا عليهم؟ او عليهم ينفع السولد السلب يحب المستطيلات مربعات دي كده خلاص دي كده بلاطة سولد محترمة طب هنا بقى حد يقول لي اعمل ايه؟ اخد واحدة من هنا الهين صح؟ خلي بالك لو الكاميرا طولها كبير قوي هيحصل لها ايه؟ الفلاكشن كبير فترة زود سمكها فانت معاك لحد كام؟ عشان يبقى إلا على 12 مزبوطة معاك مثلا 7 متر فتعالى إيس من هنا الهين كده 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 ان انا لسه حمل عليها فخلي بالك ها اعمل ايه؟ اعمل كاميرا في النص ازاي؟ كده؟ اقول لك على حاجة لو واحد يعني فكر يعمل كده هيجي يقول لي كانت ليفر صح؟ لماذا تعمل كاميرا في الداخل داخل كاميرا في الداخل داخل كاميرا داخل كاميرا كاميرا تعمل كاميرا كده؟ حد الحيطة على مين؟ كاميرا لازم على اثنين سببورت داخل كاميرا كاميرا اتبعيني ماشي معاك اعمل بها ازاي؟ اه يا شباب احنا عندنا حاجة اسمها في الهندسة بتاعتنا ان يلا بنا باسم اللعشة ننزل نلف نخش الطريق انا فهمت الغلط ها اقول لك الحاجة لو انت طالبة معاك سلد قوي يعني اتفضل انت محبت قوي يا شيخ والله شيخ انت محبت قوي ليه بقى بيقول يعملها فلات يا مولانا بنفكر بنشغل مخنة يعني فهم؟ ها ايه؟ لا مش سامع علي ممكن طبعا هو يعني موضوع الاعمدة ده تقفى الاول يوم وخلاص انت لماذا علمتك كيف تضع الاعمدة لكي تضع عمود في اي مرحلة من مراحل المشروع بس طبعا بما يتوافق مع الحاجات اللي احنا قلناها ان لو انا عايز اضع عمود فين انسى مكان اضع عمود هنا كده صح؟ او هنا كده ممكن صح؟ تعال اضع عمودين وشوف المكان الصحي طبعا انت عمل بلوك اضع بلوك طبعا ان انسى مرحلة يمكن ان اضع عمود هنا لا يمكن ان اضع يمكن ان اضع يمكن ان اضع اضع المشروع يمكن ان اضع اون يمكن ان اضع اضع اخطر من اله ده صعب شوية صعب كتير صح؟ لا خليك في مين ممكن يبدأ افضل شوية فإذا أنا ممكن ممكن يعني لو يعني طلبة معي قوي ان انا عملها سولد فممكن هنا يبقى في ايه عمود وهنا كمان في عمود تختبئ يمين تزيل زحر افضل شوية حسنا دلوقتي بقى انا جاي هنا دلوقتي بقى لو انا روحت جبت كاميرا كده استنى اشيل مين على مين في عندك كاميرا هنا وفي عندك كاميرا كده هتكمل دي زين ما هي وانتشايل دي عليها بالضبط. أنا شايف أن أرجع ذلك. ومدي ذلك. وشايل ذلك عليها. أولا ذلك تبقى أقصر من ذلك. صح أو لا. فالأقصر إيه؟ أقوى. وبعد ذلك دائريكت على اثنين عمود. وممكن أن نروح أجيب كمان بلاطة هنا. كاميرا كده. وكاميرا كده. وكاميرا كده شكلها تضبط صح؟ طبعا أعمل إيه؟ ممكن أن أجيب دي كمان هنا كده. أيوة. ودي كمان إيه؟ كاميرا. والراجل ده بص عمل إيه؟ الباب يعني دي بقى ممكن هو يعدلها معمريا فاهم؟ يمكن أن أقول له إيه؟ يا إما ترحل الباب لفوق. يا إما تخليك جدع وتنزل إيه؟ الحيطة لتحت لتبقى الكاميرا دي مالها. يعني الحيطة دي إيه؟ ينزلها لتحت لما فريقتش معاه. بقى بلاطة 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 بلاطة. مع أن دي مش أحسن حاجة بس ماشي. بلاطة بلاطة بلاطة. وهنا كمان بقى إيه برضو. كاميرا كده برضو. when we look at is distance. هذه المسافة هي 73 في 44. 73 في 44. تمشي صويتا. وتمشي صويتا. جزء من سلط طبعا جزء تحت ميرور وجزء ده فلات فإذا كان متكرر هو ما نفعش بنسبة مية في المية و ما نفعش غير لما نضفت ايه كمان عمودين والدنيا زباطت نص بقى فلات ونص بقى سلط طب دي حلها ازاي عادي نفس الكلام دي بلاطة ما سنسوم كان 25 دي بلاطة ما سنسوم كان 12 الفرق ما بينهم بيكون فين فرق من فوق لو من تحت من تحت ولازم يفين بينهم الكاميرا طيب ماشي ده كده اوكي